السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايبي بحستنا اليوم إن شاء الله بدنا نحلل مع بعض الفقرة الأولى من درس في الطريق ونأخذ الصفحة الأولى من التدريبات طبعا قبل ما أبلش أنتوا عليكم واجب اليوم قراءة الدرس طبعا تتدربوا على قراءته مش بتقرؤوا أول مرة وتبعثوا لي عليكم أنكم تتدربوا على قراءة الدرس أربع وخمس مرات لما يصير قراءتكم منيحة بتظلوا ترجعوا للفيديو اللي أنا بعثتهم بارح للقراءة وتتدربوا بنفس الطريقة اللي أنا قرأت فيها لأن القراءة اليوم بدي أوضع عليها علامة رح أحط على القراءة علامة وهذه العلامة محسوبة من معدلك فالآن رجاء بتتدربوا على القراءة مش زي كل مرة بتبعثوا لي القراءة من أول مرة اتدربوا على القراءة أكثر من مرة وابعثوا ليها الآن نبدأ مع بعض في الطريقي اعتاد هاشم ورفاقه أن يلعبوا في الطريق في يوم ركل أحدهم الكرة فأصاب الطفلا يعبر الطريقة مع أخيه فبكى الطفل حزن الأولاد وتوقفوا عن اللعب لحدهم بدنا نحلل خلينا نجي على الكلمة الأولى اعتاد بمعنى تعود اعتاد وانتهى إذن اعتاد فعل ماضن شو هاي الهمزة يا ثالث؟ أحسنتم هاي همزة توصل إذن اعتاد فعل ماضن هاشمون اسم لاحظوا اللفظ أن أن تنوين الضم أن ورفاقه جمع لكلمة رفيق رفيق جمعها رفاق طبعا نوع الجمع جمع تكسير ليش؟ لأنه ما انتهى بواونون ولا ياءونون ولا ألفتاء وبرضو الكلمة بتدل على الجمع إذن هي جمع تكسير هي جمع تكسير أن لاحظوا همزة القطع يلعبوا يلعبوا لاحظوا أنا مش قاعد بقول يلعب يلعبوا كلهم يلعبوا فعل مضارع والواو والجماعة هاي الواو بتدلني على أنه اللي قام بالفعل مجموعة في حرف جر الطريقي اسم مجرور لاحظوا اللام الشمسية في حرف جر يوم يوم لاحظوا تنوين الكسر يوم يوم إن إن في حرف جر ويوم اسم مجرور طبعا الاسم المجرور بيكون مجرور يا إما بالكسرة يا إما بتنوين الكسر ركل أحدهم الكرة ركل بمعنى ضربة ركل طبعا برافو عليكم هي فعل ماضن لاحظوا علامة الفعل الماضي الفتحة أحدهم لاحظوا همزة القطع الكرة لاحظوا لفظ اللام الشمسي لاحظوا اللام القمرية الكرة الكرة اسم طبعا الكرة كرة اسم مفرد كرة واحدة اسم مفرد فأصابت فأصابت طفلا يعبر الطريقة مع أخيه فأصابت أصابت فعل ماضن طفلا اسم يعبر يعبر بمعنى يقطع أو يمشي فعل مضارع طبعا الآن يعبر الآن يعبر الطريقة الطريقة لاحظوا همزة الوصل لاحظوا اللام الشمسية الطريقة الطريقة طبعا اسم مع أخيه أخيه لاحظوا همزة القطع وهي اسم طبعا فبكى الطفل هاي الفاء بنسميها فاء السبب فاء السبب أو الفاء السببية فاء السبب ليش بنسميها فاء السبب فبكى الطفل ليش بكى الطفل لأنها اصطدمت في الكرة بكى فعل ماضن الطفل اسم حزن الأولاد حزن أيضا فعل ماضن برافو عليكم الأولاد مفردها الولد وجمعها الأولاد لاحظوا جمع تكسير ليش هثالث جمع تكسير لأنULL كلمة تدلني على جمع وهي ما انتهت بواوا و نون ولا ياء و نون ولا الفتاء إذا النوع الجمع جمع تكسير هون وتوقفوا عن اللعب توقفوا لاحظوا توقفوا كلهم توقفوا توقفوا فعل ماضن والواو واو الجماعة ليش طبعا توقفوا فعل ماضن لأنه زمان توقفوا توقفوا وخلصوا والواوا والجماعة اللي بتدلني انه الفعل عملوا مجموعة عن اللعب عن حرف جر واللعبي اسم مجرور لاحظوا اللام حرف شمسي اللام حرف شمسية ثالث بهك ان هنا تحليل الفقرة الاولى فقط اكتر من هيك ما تحليلوا في عندنا هون التدريبات بدنا نكتب عليهم التاريخ سبعتاش هيداش الفين وعشرين ميلادي طبعا اليوم الثلاثاء السؤال الاول هي ريت يا ثالث تدربوا على قراءة التمرينات اصلوا بين كل كلمتين بسهم كما في المثالين ثم اقرأ مراعيا الوصل اصلوا بين كل كلمتين بسهم كما في المثالين ثم اقرأوا مراعيا الوصل مراعيا الوصل يعني همزة الوصل اول اشي بتطلع على همزة الوصل شايفين لاحظوا يؤذي المارة يؤذي المارة عفوا يؤذي المارة طبعا ليش دخلت الكلمتين ببعض لانه في همزة وصل زي من بارة حكت لكم بالقراءة في همزة وصل هون نزل السائق نزل السائق نزل السائق لاحظوا همزة الوصل شبكة الكلمتين مع بعضهم البعض في عندي هون خلينا نعمل سهم ليش في همزة وصل يلا سهم هاي في همزة وصل سهم في عندي هون همزة وصل وسهم في عندي هون همزة وصل يلا نلفظ الكلمات في الملعب في الملعب أو في الملعبي في الملعبي في الملعبي نلفظوها مثل ما أنا لفظتها في الملعبي أحسنتم هون يعبر الطريقة يعبر الطريقة يعبر الطريقة وظيفة همزة الوصل دمج الكلمتين مع بعض همزة الوصل بتنوجد مشان أدمج كلمتين مع بعضهم البعض بكت طفله بكت طفله لاحظوا دخلت الكلمتين ببعض كأنهم كلمة واحدة بكت طفله بكت طفله هون بعد اليوم بعد اليوم بعد اليوم لاحظوا إذن همزة الوصل بتساعدني إنه أشبك الكلمتين ببعض السؤال الثاني أضع دائرة حول معنى الكلمة الملونة ألف في عندي هون كلمة ملونة في هون خيارات وحدة فيهم معنى للكلمة الملونة ركل أحدهم الكرة ركل بمعنى مسكة أو ضربة أو وضع برافو عليكم ضربة في عندي هون با الطريق للمارة الإشارة المرآة المشاة المارة شو معناها أحسنتم المشاة برافو عليكم يا ثالث السؤال الثالث أختار كلمة مما بين القوسين على نمط المثال ذهب هاشم إلى الملعب ولعب فيه وين لعب في الملعب ذهب هاشم إلى الملعب ولعب فيه ألف قرأ خالد كتابا وحدث أصدقاءه حدث أصدقاءه عنه ول إليه ول عليه برافو عليكم حدث أصدقاءه عنه عنه هون شاهدت خولة عمها وسلمت منه ول عليه ول إليه برافو عليكم عليه 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 هون جيم ذهب والدي إلى البحر وسبح إليه ولا فيه ولا منه إحنا بنسبح بالبحر في البحر من جوه ولا منه ولا إليه برافو عليكم وسبح فيه طبعا هون ما في قاعدة للحل الحل عبارة عن شيء سماعي يعني ما بقدرش أعطيكم قاعدة للحل بهكي ثالث أنهينا درسنا لليوم يعطيكم ألف عافية عليكم تتدربوا على قراءة الدرس خمس وست مرات لما تسير قراءتكم منيحة بعدين تبعثوا لي القراءة يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة